موسيقى صباح الخير مشاهديين الكرام في أول حواراتنا النهاردة في هذا الصباح بدأكيد تصريحات الرئيس سيسي مؤخرا عن تقدير الدولة للمعلم يجب أن نحترمها ونقدرها جدا لأنه دايما نهضة أي دولة أو تقدم أي دولة بيبدأ من العلم ومن احترام المعلم اللي بيزرع بذرة هذا العلم في أذهان التلاميذ ودايما نلاقي أن الدول المتقدمة بيكون المعلم فيها في مكانة عالية جدا سواء ماديا أو معنويا بيحظى بتقدير من المجتمع ككل أن الأوان وإحنا بنتجه نحو نقلة في كل مجالات حياتنا في الدولة المصرية من تقدم إن شاء الله والأخذ بالأسلوب العلمي أن إحنا نعيد للمعلم هيبته ومكانته وتقديره واحترامه الأرقام اللي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح سيسي والقرارات أيضا الخاصة بتقدير المعلم الحقيقة بتبشر بإعادة هذه المكانة للمعلم هذه المكانة التي يستحقها الرئيس أعلن أن الدولة ستطبق هذا العام إعثاء ضريبي للمعلم بيصل إلى 60% كمان في زيادة العلوات الخاصة بالمعلم من 10% إلى 12% كمان رفع الحافظ الأضافي للمعلم من 150 إلى 375 جنيه كمان الرئيس يتكلم عن عمل أو بناء مناهج جديدة تعتبر من أفضل مناهج في العالم بشهادة كل المتخصصين وطبعا شايفين افتتاح الرئيس لعدد من الجامعات الأهلية واهتمام بملف تطوير التعليم بدءا من كيزي وان وحتى التعليم الجامعي معينا في استوديو هذا الصباح الأستاذ الدكتور محمد راجب فضل الله أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة العريش صباح الخير أهلا بيك يا فندم صباح النور بسم الله الرحمن الرحيم اسمح لي في البداية أحييك وأشكر أسرة هذا الصباح على هذه الدعوة الكريمة وأحييك كل جموع المعلمين في مصر وجموع الشعب المصري وأقول إن إحنا لما بنتكلم عن التعليم بنتكلم عن مهنة سامية ويكفينا قدوتنا ونمزجنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما بعثته معلمات ولما بنتكلم عن المعلم فإحنا بنتكلم عن أهم عنصر في منظومة التعليم وأخطر عنصر في منظومة التعليم كان والآن وسيظل وأنا بقول ليه سيظل لأن حضرتك لفت النظر في المقدمة إلى إن إحنا دخلين في تطوير كبير جدا للمنظومة التعليمية يعتقد البعض إن مع هذا التطوير إن دور المعلم حيقل بل بالعكس هو دوره بيزيد وأعتقد إن التوجيه الرئاسي اللي حضرتك أشرت إليه وبالاهتمام بالمعلم ولمس يمكن الجانب الاقتصادي تحديدا اللي هو قد يكون سبب من أسباب إن المعلم أحيانا يشعر إنه دائما في حاجة إلى زيادة دخله فأنا بشيد بهذا التوجيه وباحترم وأقدره وبقول إن دي رسالة موجهة لكل الشعب المصري أن أصحاب هذه المهنة يستحقون مننا كل تقدير واحترام بالتأكيد النهاردة لما نتكلم على زيادة رواتب ونتكلم على إعفاء ضريبة ونتكلم على زيادة أو حساب علوات بطريقة أكثر عدالة وأكثر فائدة للمعلم ونتكلم عن حوافز أعتقد دي منظومة رباعية كده متكاملة ممكن تدي مؤشر للمعلم أنه يبدأ يعود للمدرسة ويبدأ يؤدي دوره في المدرسة حتى تتحسن منظومة التعليم ككل بالتأكيد ده يعكس إيجابينا على جودة العملية التعليمية طبعا إحنا حنتوقف علشان نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير وبعد نستكمل الحوار حانا تأكيدا على اهتمام الدولة بالمعلمين لدوره ملهام في تربية النشط طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد دراسة للقيام بعدد من الإجراءات لتحسين أوضاع المعلمين المالية خلال المرحلة القادمة وقال الرئيس السيسي على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التعليمية بالأسكندرية إن الدولة ستطبق هذا العام إعفاء ضريبيا للمعلم يصل إلى 60% إلى جانب زيادة قيمة الكادر والعلوات الخاصة بهم من 10 إلى 12% وأضف الرئيس السيسي أن الدولة رفعت قيمة الحافظ الإضافي للمعلم من 150 إلى 375 جنيها إن المعلم والطبيب دول بيقوموا بأهم وأقدس مهمة هي الإنسان المعلم بيصيغ ويعلم أولادنا وبناتنا والصحة بيقوم بعملية الحماية لهذه الصحة عشان تستمر وأنا عايز أقول إن إحنا قلنا إن الإعفاء الضريقي للمدارسين يبقى 60% وده حتحقق من أول سنة دي الكادر بتاع العلوات بيزيد من 10% إلى 12% يا دكتور طارق ثم طبعا الحافظ الإضافي إحنا زيادنا من 150 إلى 375 جنيه كما طالب الرئيس السيسي الحكومة دراسة إمكانية تخفيض أيام العمل بالنسبة للمرأة خاصة المرأة العاملة التي لديها أبناء تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد وذلك حتى تتماشى مع قرارات الدولة بدراسة الطلاب يومين أو ثلاثة بالمنزل لمتابعة أبنائها في العملية الدراسية وحول تحسين العملية التعليمية أكد الرئيس السيسي أن الدولة تبدل جهدا كبيرا في بناء مناهج جديدة للتعليم تعتبر من أفضل المناهج في العالم بشهادة كل المتخصصين كما أكد أن نجاح التجربة التعليمية الجديدة هي مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطنين وفي نفس السياق أكد خبراء على أن الدولة تهتم بشكل كبير بتعليم وذلك انطلاقا من حرصها على عودة مكانة المعلم وتحسين أوضاعه بما يعود بالنفع على العملية التعليمية والمجتمع ككل أهلا بحضرتكم مرة تانية ونستكمل حوارنا مع عظيفنا في استوديو هذا الصباح أستاذ دكتور محمد راجب فضل الله أستاذ المناهج وطرق تدريس بكلية التربية دكتور محمد التقريب حقيقة أجمل كل ما يتعلق بتطوير المعلم وتطوير العملية التعليمية والمنظومة والمنائل شايف إزدادة ممكن يكون بداية انطلاق حقيقية للعملية التعليمية في مصر خصوصا مع افتتاح جماعات أهلية جديدة مع تطوير مدارس وإدخال عناصر جديدة وطريقة تدريس جديدة في المناهج التعليمية تمام هو اسمح لي أتذكر أن دائما لما كنت أسأل عن أفكار جديدة في التعليم كنت أقول هي بزور جميلة جدا لكنها تحتاج إلى طربة صالحة توضع فيها عشان تثمر أنا أعتقد أن اللي بيحدث الآن من تطوير حقيقي في منظومة التعليم هو محاولة لتهيئة البيئة لهذه الأفكار الجميلة حتى تثمر النهاردة بنشوف تعديل وتغيير وتطوير حقيقي في استراتيجيات التعليم انتقالنا من التدريس التقليدي إلى التدريس المدمج اللي بيعتمد بشكل بنسبة ما على التكنولوجيا الحديثة النهاردة لما نقول أن الطالب بتاعنا توفرت له مكتبات إلكترونية وتوفرت له قنوات تلفزيونية تعليمية وتوفرت له دروس تفاعلية وتوفرت له كل هذه الأمور ده عشان نخفف العب على المدرسة في موضوع التعليم وانتيح للمدرسة فرصة أنها تهتم بجوانب الشخصية الأخرى حضرتك لو تبعت اللقاء الأخير العرض في هذا التقرير كان بيتكلم على الأنشطة وعلى النواحي المختلفة للمتعلم جسميا ونفسيا واجتماعيا واكتشاف المواهب واكتشاف المبدعين فإحنا في تعديل حقيقي للتعليم النقطة الثانية كمان الانتقال من التقويم القائم على المعرفة اللي هو كان بيخلي الاختبار ومسألة الحفظ وتوقع الأسئلة وده اللي كان سبب في أن تزيد نسبة الدروس الخصوصية مثلا النهاردة بننتقل طالب فاهم طالب متفكر طالب يبحث عن المعلومة لا يحفظ المعلومة ممكن الامتحان يكون بكتاب مفتوح وده انتقال حقيقي من تقويم كان يقوم على المعرفة والحفظ إلى تقويم يقوم على الأداء نرى فكرة المشروعات البحثية والمهام الأدائية لا احنا في ثورة في موضوع التعليم حقيقي يعني ده طبعا بيزود عشان نرجع لموضوعنا في اللقاء المعلم بيزود دور المعلم وبيلزم المعلم بأنه هو يطور أداءه باستمرار أنه هما ينمي نفسه مهنيا أنه هو دايما يحصل على دبلومات ودراسات عليا ودورات تدريبية وهنا أنا بنتهز الفرصة برضو أقول يعني يريد نيسر للمعلمين الحصول على الدراسات والدورات والشهادات العليا لأن ده مردوده على المهنة العمليات العلمية نفسها مردوده على العمليات العلمية وعلى مستوى المعلم يعني المعلم تحديدا من المهن اللي هو ما ينفعش فيها أنه يكتفي بالليسانس مثلا أو الباكريوس يعني فده يخلينا نقول إذا كنا حتى الدراسات العلية في شتى التخصصات ممكن تبقى يعني أكثر يعني غلوا أو صعوبة لكن مفروض بالنسبة للمدرسين تحديدا يكون فيها تسهيلات أو مرونة أكثر ميسرة بشكل طيب حركة ذكرت ما يتعلق بالدروس الخصوصية اتجاه الدولة دلوقتي القضاء على دروس الخصوصية من خلال العودة من جديد إلى مجموعات التقوية في المدارس شايف ده إزاي يكون مردوده على التعليم وما تم الإعلان عنه بالنسبة لدعم للمعلم ممكن يصب في هذا الاتجاه طيب خلينا نتفق في البداية واعتقد أننا دمن الموضوعات اللي ممكن نتفق أو نختلف فيها لكن الدروس الخصوصية هي نظام غير شرعي تمام وأقول لي نظام غير شرعي هو كان لي ضرورة في وقت كنا بنعتمد على الحفظ وكان المعلمين في جلسات الدروس الخصوصية في المراكز وغيرها جل اهتمامهم هو تحفيظ الأولاد وأنهم يتوقعوا لهم أسئلة الامتحانات ويبقى الهدف أننا في الآخر أطلع طالب يحصل على درجات عليا في الامتحانات النهاردة الوجهة تغيرت النهاردة احنا بندور على متعلم متكامل عنده أداءات عنده قدرة على التفكير عنده قدرة على التواصل فالدروس الخصوصية تنفعه في ايه إنما النهاردة لما تتوفر له أدوات ومواد تفاعلية وإلكترونية ويتوفر له مع ده نظام شرعي لمن يحتاج إليه اللي هو المجموعات التقوية طيب ما فيه بعض يقول لك طب ايه الفرق ما بين مجموعات التقوية والدروس الخصوية طيب ما هدي درس ودي درس لا هو ده المجموعات التقوية اللي بتقام تحت مظلة الوزارة وتحت رعاية الدولة وبأسعار ودي نقطة مهمة جدا يعني إحنا الأسر المصرية بتتحمل مبالغ رهيبة في موضوع الدروس الخصوية وفي الآخر انت بتطلع متعلم نمطي متعلم بيحفظ لكن أنا النهاردة لما يكون عندي إذا كان طالب بتاعي يحتاج بعض العلاج في بعض المعارف والمهارات لمانع أن المدرسة تنظم له مجموعات التقوية احنا عيشتنا مجموعات التقوية في الثمانينات والسبعينيات وكانت مثمرة للغاية وكانت مش عبه على الأسرة لكن إحنا النهاردة نظام الدروس والسناتر هو نظام غير شرعي مسألة يعني بالمناسبة أنا عايزة برا يعني جموع المعلمين في مصر من هذا الأمر إحنا لو عملنا نسبة مقاوية بسيطة جدا إحنا عندنا مليون ومتين ألف معلم إذا شنا المتين ألف قلنا أن هما دول اللي بيروحوا السناتر ويدوا دروس فعندنا مليون معلم بيروح المدرسة وبيقدي عمله في المدرسة وده اللي بيستحق الاهتمام وده اللي أعتقد أن الدولة حاليا بتتوجه ليه سواء بزيادة الراتب أو أن احنا نحسبه هو المعلم في النهاية هو إنسان بشر يعني فيه اللي بيصيبه فيه اللي بيخطئ فيه اللي عنده ضمير وفيه اللي معهوش فيه المادي وفيه اللي براعي ولذلك أنا بناشد والله بناشد قبل ما ندور على زيادة الحوافز والعلاوات أرجو أن احنا نوقف الممارسات التي تهين مهنة التعليم نوقف يعني أنا لست أنا مش ضد حرية الرأي أن مثلا الإعلام يجد نموذج يعني غير طيب لإنسان بيدعي أنه هو معلم وبيعمل ممارسات مش مظبوطة وأن احنا نطلع الصورة الذهنية عن المعلم أنه هو ده المعلم ده مش هو ده المعلم أنا عايز أستبعد من رسالة المعلم المعلمين اللي بيعملوا دون الإعداد لمهنة التعليم أستبعد المعلمين اللي هم غير مخلصين في أداء عملهم المدرس اللي بيهرب من حصته وما بيقديش عمله كامل أستبعد المعلم اللي كل جل اهتمامه هو النحية المادية لا إحنا معلمين غير كده يعني ولذلك أنا لما حضرتك بتقول لي مثال زي إيه إحنا كلنا تابعنا الحملة على السناتر الحملة على السناتر دي حملة شرعية وحملة قانونية لكن خلي بالنا وإحنا بنعلن عن هذه الأمور وبنصورها وبنضيحها إن احنا منهنش مهنة التعليم ومنصدرش صورة للمجتمع داخليا أو للعالم خارجيا إن المعلم عندنا في مصر من هذه النوعية هذه النوعية لا تمثل واحد أو حتى خمسة في المئة من جموع المعلمين ويمكن المعلم والطبيب زي ما ذكر رئيس السيسي في تصريحاته هم من أرقى المهن الحقيقة ولو دخل فيها العنصر المادي بتفقد يعني رقيها وصموها كمهنة بتعلم الإنسان وبتحفظ صحة الإنسان وبتحفظ صحيح فمهم جدا أنها تبقى بعيدة عن الماديات وعلشان تبقى دايما صورتها الزهنية في أزهاننا جميعا مزبوطا صحيح طيب خلينا نتكلم عن موضوع كورونا وطبعا كله تأثيره على العملية التعليمية شفناه السنة اللي فارت ولسه طبعا مكملة معنا كورونا لغاية لما يلاقوا لقاح إن شاء الله قريبا حيبقى المسج ما بين التعليم أونلاين والتعليم التقليدي شايف زي حضرتك دور الأسرة دور المعلم دور المدرسة في أنهم يحفظوا على استيعاب التلاميذ ووصول المعلومة ليهم في الظل الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي لأنه طبعا مش حيروحوا كل يوم المدرسة حيبقى فيه جزء في البيت فازاي نقدر أن احنا ما نفقدش يعني أسس العملية التعليمية في ظل هذه الظروف هو ربا يعني كورونا الضرة هي نفعة بالنسبة لنظام التعليمي ونفعة ليه لأن هي لفتت نظرنا بقوة اللي هو زمن سميه التدريس المدمج وأن احنا نوظف التكنولوجيا أكثر في العملية التعليمية الكلام ده كنا بننادي به فترات طويلة جدا لكن كان دايما غالب علينا اللي حضرتك سميته التقليدية في التدريس احنا الآن خلينا نعترف ونقر أن التعليم عن بعد استثناء وليس القعدة وأن الأساس هو التواجد في المدرسة والاستفادة من مجتمع المدرسة ككل الظروف الموضوعين فيها الآن ومسألة الحرص على أو الإجراءات الاحترازية والحرص على التباعد الاجتماعي وتخفيف التكدس أو الازدحام خلنا نروح لفكرة معروفة من زمان في التربية وفي التدريس اللي هي فكرة الفصل المقلوب فكرة الفصل المقلوب ببساطة عشان السادة المشاهدين يستوعبوها أن اللي كان بيحدث في الفصل هيحدث في البيت واللي كان بيحدث في البيت هيحدث في الفصل يعني إيه الكلام ده باختصار أنا النهاردة لما هسمح للأولاد أنهم يروحوا يومين أو تلاتة في المدرسة هو مش هيروح في المدرسة يطلقى دروس هو هيروح في المدرسة يمارس أنشطة تعليمية مع المعلم تثبت له الدروس طب الدروس دي هيتعلمها فين هيتعلمها الأول بشكل فردي عنده في البيت باستخدام الوسائط الكثيرة اللي بدأت تتوفر الآن النهاردة فيه منصات تعليمية فيه مكتبة إلكترونية فيه بنك المعرفة وكلنا عارفين الزاد اللي داخل بنوك المعرفة فيه دروس عبر التلفزيون وده بنقدم التحية الحقيقة من خلال برنامج حضرتكم من خلال قناتكم القناة التعليمية كل ده بيعمل إيه أن أنا كطالب على فكرة الطالب مش هيقعد في البيت بمعنى أنه هو في أجازة لا ده هي امتداد للمدرسة لكن وبعدين الكلام ده كلام إحنا في التربية وفي مجال التدريس كلام معروف لنا وأجريت فيه دراسات وبحوث وثبت فاعليته أن الطالب من الممكن أنه هو يدرس باستخدام الوسائط التكنولوجية وأفلام الفيديو والقنوات التلفزيونية وما شابه ويروح المدرسة بقى يبقى المدرسة كل وقتها لإيه أن احنا نحل تدريبات اللي هو كان بيعمله الأول في البيت أنه هو ياخد في المدرسة الدروس ويروح يحل الواجبات في المنزل لا المراضي مع الظروف اللي موجودة عشان كده بقول أن ربا الظروف وهي ضرة ظروف كورونا وندعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا يخلصنا منها وأن احنا نكتشف فعلا العلاج لهذا الأمر لكن مع ذلك احنا في مصر وفي نظامنا التعليمي أعتقد أن احنا استفدنا أفضل استفادة من هذه الظروف الصعبة يعني تمام طيب ما يتعلق بتطوير المناهج واللي تقال عن أنه المناهج الموجودة دلوقتي بتعطي مهارات للطلاب وبتعمل على بناء خرجين عام 2030 إن شاء الله يكونوا مكتسبين مهارات تواكب سوق العمل ويمكن بدأ التطوير كمان من مرحلة رياض الأطفال كيجي وان وكيجي تو بقى في المناهج المتدخلة بمعنى أن الطالب بيعرف وحدات مختلفة صحيح وليس وحدات منفصلة صحيح بالنسبة لكل موضوع دي بيسموها المناهج متعددة التخصصات أو المنهج اللي هو زو تخصصات متعددة وده بيؤكد التكامل المعرفي إن احنا من الممكن إن احنا ندرس من خلال موضوع أو من خلال قضية ومعلومات علمية ومعلومات رياضية ومعلومات اجتماعية وهكذا يعني هذا التوجه هو موجود عندنا مثلا في مصر في مدارس الثانوي زي مدارس الستم اللي هي قائمة أو حتى في مدارس النيل وبعض المدارس المتميزة من هذا النوع لكن كن إن احنا نوجدها في التعليم العام وفي المدارس الحكومية وتبدأ من رياض الأطفال ومتدرجة الآن أعتقد وصلنا لغاية الصف الثاني الابتدائي ومستمرين أعتقد دي نهضة كبيرة جدا في بناء المناهج وتطور حقيقي لأن النهاردة مش المعرفة هي الأساس المعرفة كم كبير جدا وكل يوم بيتغير وبيتطور لكن الأساس هو المهارات هو الأداء نعم ولما الطالب يمتلك القدرة على التفكير القدرة على التحليل القدرة على الموازنة القدرة على التواصل كل الأشياء دي حتى لو تغيرت المعارف هتظل المهارات معها سابتة واسمحني أنا في النقطة دي قبل ما ننهي لقائنا أقول إن إحنا إذا كنا بنعمل إجراءات مثلا إعلامية وبركز عليها في الأول ونفسية للمعلم ولمكانته واحترامه وتقديره وإجراءات مادية ومشابه إحنا محتاجين كمان خطة يعني طويلة الأجل شوية نقول خمس سنوات عشان نقدر نوصل لعشرين ثلاثين نقول فيها إعادة تطوير مؤسسات تكوين المعلم أنا مهم جدا أركز إن إحنا عايزين نختار الطالب اللي حيبقى في يوم من الأيام معلم نختاره صح ولذلك أنا بركز على مرحلة اختبارات القبول في كليات التربية ثم إعداده وهنا بيحتاج تطوير لبرامج إعداد المعلم وبعد كده كمان مهم جدا موضوع إن إحنا نوجد نظام للترخيص لمهنة التدريس يعني اللي يشتغل في مهنة التدريس بمواصفات معينة وبعد مثلا ثلاث سنين خامس سنين يعاد تقييمه يستمر أو لا يستمر إحنا قدام مهنة مهمة ومهنة خطيرة صح ولذلك يعني الأمور التقليدية إن أنا لا المدرس مش موظف إنه هو يدخل الوظيفة ويستمر فيها حتى الخروج للمعاش مهما كان مستوى ومن هنا أنا بناشد إخواننا المعلمين إن على قدر ما الدولة زيادة رواتبنا ونشوف موضوع العلاوة اللي تتبني على الأساس المطلوب مش على أساس سنوات سابقة عشان يشعر بيها المعلم والضرائب اللي حيتم يعفقوا منها بهذه النسبة الرائعة اللي ذكرت مع الكلام ده إحنا بقى المفروض كمعلمين نمدي إيدينا للدولة نبدأ نرجع لمدارسنا نرجع لداخل قاعاتنا الدراسية نخلص في عمالنا نهتم بتنمية نفسنا مهنيا نهتم بأن احنا يعني زي ما نقول بالمهنية بتاعتنا نظهر حبنا لمهنة التدريس نظهر احترامنا لها نظهر مظهرنا الطيب نظهر كلامنا الطيب نحل مشاكلنا داخل قاعة الفصل وداخل المدرسة لا نصدرها للمجتمع على قدر ما في حقوق المفروض أن يحصل عليها المعلم على قدر ما عليه التزامات وكل ما زادت قدسية مهنة التدريس وقدسية مكانة المعلم كل ما زادت التزاماته وواجباته أنا يعني بثق أن جموع المعلمين في مصر حتتعامل مع هذا التوجيه الرئاسي بشكل إيجابي وتبدأ تتفاعل مع منظومة التعليم الجديدة وهنشوف إن شاء الله شيء طيب يعني وكمان تربية يعني تصريحات وزير التربية والتعليم بإضافة مناهج عن احترام الآخر والقيم والأخلاق ده مهم جدا أيضا لأن المدرسة في النهاية بتعلم وتربي خلينا نقول المعلم عندما يكون قدوة ونموذج هو هيعلم القيم دي أكتر من المناهج يعني بشكرك جدا أستاذ الدكتور محمد رجل فضل الله أستاذ المناهج وطرق تدريس وكلية التربية جمعية العرش شكرا لك سيد أحمد شكرا شاهدين لست معاكم في هذا الصباح فاصل قصير هنتعرف فيه على أهم أخبار علام المال والأعمال وبعد حوار جديد في هذا الصباح استنونا اشتركوا في القناة